داعش ما زال متشبثاً بمدينة الحسكة السورية وبأسلوب حرب العصابات قامت خلية من الانتحاريين تابعة للتنظيم باحتجاز رهائنا داخل المدينة ووفقاً للمرصد السوري تتكون الخلية من أربعة انتحاريين على الأقل المرصد أفاد أن من بين الرهائن مسؤولاً محلياً يعمل رئيساً لحي كومين الذي يقع في نطاق منطقة غيران وهي المنطقة التي تعيش على وقع تطورات درامية منذ فترة لكن المرصد أكد أن قوات مكافحة الإرهاب تحاصر المبنى الذي تتحصن بداخله الخلية في محاولة لإنهاء الموقف وتحرير الرهائن وفي سياق المشهد الكبير كشف المرصد عن تجدد الاشتباكات في مناطق بمحيط سجن غيران اشتباكات تقودها قوات سوريا الديمقراطية وحلفاؤها ضد عناصر داعش المختبئين في أجزاء متفرقة من المنطقة المنطقة التي عاشت فترة من الهدوء الحاضر خلال الساعات الماضية لكنها لم تستمر طويلاً وكان هذا الهدوء قد سمح لمجموعة من سكان المنطقة لتفقد منازلهم إثر فترة من النزوح عن المنطقة عاشوها خلال حالة اجتداد أحداث السجن غيران الأيام الماضية أما عن الوضع داخل السجن نفسه فيشهد حالياً حالة من الهدوء الحاضر في ظل استمرار مجموعات داعشية في التحصن داخل أحد المباني شمالي السجن رافضين الاستسلام كل هذا وسط تقارير ترجح فرار العشرات من عناصر داعش في العملية التي هاجم فيها التنظيم الإرهابي السجن